سلام عليكم بنات نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يوم البنات جيتكم بوحد الوصفة اللي كتوجد في دقائق وسريع التحضير ونتمنى هتنال إعجاب بتاعكم ويلا هم هيا باش تشوفوا المقادير وكيفية التحضير على بركتي الله كتشوفوا البنات عدنا هنا يدنجان مقطع عدنا هنا الفلفلة حمراء ثلاثات الحصوص ديال التومة وعدنا الفلفلة خضرة وثلاثات تاع الدنجالات والفلفلة حارة غدي نقطعهم وغير رجع معاكم كما كتشوفوا هنايا بعد ما قطعت الهناصير تاعنا على هات الشكل اللي كتكون رقيقة بزاف كنقطعهم رقاق بزاف كنزيدوليهم وحد ثلاثات لمعالقات ديال الربيع وكنحكوها دوك ثلاثة تفسوس ديال التومة وغادي ندمجوا حتى طاحوا على هات الشكل عشان دير داب العطرية كما كتشوفوا عندي هنا البزار سكين جبير والخرقوم عرق وشوية الهريسة وشوية التحميرة وشوية الكامون غادي لبنات نخلط العطرية العطرية تعنا مزيان من هالعناصير ستدخل في هالعطرية مزيان وارجعوا معاكم كما كتشوفوا البنات هاهوما بعد ما العناصير طاحوا مزيان غادي ندير عليهم شوية الحامض المصيرة البنات مقطع قطع صغيرة كما كتشوفوا وندير عليهم واحد بيصير صغير وردية الزيتون مقطع هادو وسر ديال الزعلوك تعي كما كتشوفوا انا كنديروا على هالطريقة كيجي زوين والديد وسريع التحضير صراحة البنات سريع التحضير تتقدموا مع اي حاجة كما كتشوفوا ده بعد ما طاحت العطرية مزيان الملحة ما تنديرها شوية حينت البنات كل شي اللي ديرها مالح هيك يعطي البنات غادي نديرها لالاخير حتى ندوق نشوف كيف ندير عاش ندير الملحة كما كتشوفوا غا نديرها ولماذا ندير شبزة بتاع الملحة عاشوية الحقاش هو بنين بننا الراس صراحة في الحماد فيه كما كتشوفوا غادي نعصر واحد من نصف حامضة مزيان كاملة ونخلي يتشحر حتى نشف من اللي غادي ينشف البنات ويشد راسو بتتشوفو هكك وقف ما ما بقى في اللاب ما أول البنات ما تيطلق اللامة لابت حاج صراح ما تيطلق اللامة لوالو تيجي رائع وضغي يتوجد دابا غا نديرو فيه واحد سر اللي كنديرو انا وكيجي ماداق الراوعة البنات روعة غادي ندير فيه واحد المعي اللقاء البنات كما غادي شوفون دابا السر معي القادي الخل البنات غادي معي القادي الخل كتعطي ذيك الحموضة مع ذيك الفلفل الحمرة حلوة كيجي رائع ماداق رائع سراحة جربوه وردو علي الخبار في الكومون طيخ كما كتشوفو دابا مع دم وقفت معنا الزعلوك تاعنا غادي نقدمو بالصحة وبالراحة كما كتشوفو كيجي رائع وجربوه كما قلت لكم وردو علي الخبار ونتمنى الوصفة تكون نالك الإعجاب تاعكم وكن شكركم اللي بقي ما تابون شي تابون عندي ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد وكن شكركم كاملين يلا نخليكم مع الصور ومع فيديو قليلا